ومعنا مباشرة من أربيل الأستاذ عبدالستار رمضان الخبير القانوني أستاذ عبدالستار هل هناك فروقات موضوعية ما بين عقد جلسة توصف على أنها استثنائية عن ما سواها من الجلسات النيابية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي الكريم والإجساد المشاهدين وأسرة القناة بالتأكيد هناك فروق لأن الجلسة الاتيادية تعقد عندما يكون البرلمان ضمن فصله التشريعي أما اليوم فالبرلمان في عطلة وعليه فإن أحكام المادة 58 من الدستور هي التي تسري في هذه الحالة باعتبار أن هذه الجلسة استثنائية وتعقد لمعالجة موضوع أو موضوعات محددة ولا يجوز مناقشة غيرها ضمن هذه الجلسة المادة 58 من الدستور العراقي حددت بأن لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس النواب ولخمسين نائبا من أعضاء مجلس النواب أن يتقدموا ويحددوا موعدا لجلسة استثنائية تعالج موضوعات محددة هذه المادة وبما أن السيد الدكتور عادل عبد المهدي قد وجه كتابا إلى مجلس النواب وحدد يوم الاثنين فإن الشرط الدستوري متحقق باعتبار أن أحد الأشخاص الذين يحق لهم الدعوة للجلسة الاستثنائية قد دعا لهذه الجلسة عليه فإن هذه الجلسة تكون محكومة باستثنائيتها أي أنها لا تخضع للأحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في الجلسات الاعتيادية أو في الظرف الاعتيادي وهذا هو مما يعرف بالقانون في حالات الظروف الطارئة أو حالات المشكلات أو لا سمح الله عندما تكون هناك حالة هيجان أو حرب أو فتنة أو انتشار وباء معين فعندما يتم الدعوة لجلسة الاستثنائية يكون هناك واجب والتزام أخلاقي على الجميع أن يحضر في سبيل مناقشة هذا الأمر بغض النظر عن كون المرشح أو رئيس الوزراء اليوم المحدد حمد علاوي أو غيره من الأشخاص أستاذ عبدالستار اليوم الذي حدد لعقد هذه الجلسة ابتداءا كان يوم الأثنين بمعنى غدا ولكن نائب رئيس مجلس النواب دفع هذه الجلسة الاستثنائية للتصويت على كابينة علاوي إلى يوم الأربعاء هل هذا تغيير دستوري أيضا؟ يعني لو أردنا أن نكون دقيقين اليوم العراق ليس كل شيء فيه يسير حسب الدستور والقانون لكن من حيث المبدأ الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية هذه حركة أو تحرك في ركود العملية السياسية في العراق أي التحرك من حالة الركود وحالة الانتظار والتوقف إلى ما يشبه الحركة وكما يقال في الحركة بركة اليوم تم تحديد الاثنين الكرة أصبعت في ملعب مجلس النواب تتحول الدعوة هذه إلى عمل روتيني أو عمل إداري تنظيمي لهيئة الرئاسة نحن لو قرأنا قانون مجلس النواب لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد أن كل ما موجود ضمن هذا القانون والنظام يتحدث عن هيئة الرئاسة أي بمعنى أن هيئة الرئاسة مكونة من رئيس مجلس النواب ونائبين هذه هيئة الرئاسة تعمل بنظام التوافق ونظام التوازن بينها وحتى في حالة غياب أحد أعضائها مثلا في حالة غياب رئيس المجلس فيمكن عقد الجلسة من خلال نائبي الرئيس حتى وإن كانت هذه الجلسة أستاذ عبدالستاري استثنائية يعني بمعنى الجلسة عنوانها استثنائي أو ظرفها طارة هل من الدستورية أن تدار من نواب رئيس المجلس وليس من رئاسة المجلس تحديدا من رئيس المجلس يا أخي النظام الداخلي يتحدث أنه إدارة عن كيفية العمل في الأمور الداخلية التنظيمية لمجلس النواب ودائما في المواد التسعة ويداعش واثنعش من النظام الداخلي يتحدث عن هيئة الرئاسة لا توجد عبارة يمارس رئيس المجلس وإنما هيئة الرئاسة باعتبار أن العمل جماعي توافق يبدو أننا فقدنا التواصل أو الاتصال بالأستاذ عبدالستار رمضان الخبير القانوني من أربيل على يتيحال أشكره شكرا جزيلا وعذرا إليه على هذا الخلف